اشتركوا في القناة لبناء دولة والجمهوريون يصفون الانسحاب بالكارثي قلب الدين حكمة يار يؤكد للميادين تعهد طالبان بعدم ايذاء احد ويدعو اجهزة الاستخبارات الدولية الى عدم تدمير كابل الطريق الحقيقي لما شفها هي التي خطى شعب التونسي سعيد يؤكد المضي في اجراءاته الاصلاحية ويتهم اطرافا سياسيين بحماية فاسدين ارتكبوا جرائم اقتصادية بحق تونس احباطوا عمليتين ارهابيتين لاستهداف زائري الامام الحسين في العاشر من محرم شمال بغداد وعملية امنية واسعة في نينوال ضربي اوكار الارهام الرئيس الفنزولي يعرب عن تفاؤله بشأن المحادثات مع المعارضة ويبدأ استعداده لتقديم اقتراح لاجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة اهلا ومرحبا بكم اعلن مسؤولنا امني غربي عودة الرحلات الجوية العسكرية الى الاقلاع من مطار كابل صباح اليوم الثلاثاء ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول ان مدرج المطار الذي كان يشتاحه امس الاف الراغبين في الفرار من العاصمة الافغانية بات خاليا من الحشود حيث عاد كثير من المدنيين الى بيوتهم وفي السياق ذكر البنتاجون ان قواته تعمل مع القوات التركية والقوات الدولية الاخرى من اجل ما سماه تطهير مطار كابل للسماح باستئناف رحلات الاجلاء الدولية المتحدث باسم الوزارة جون كيربي اشار الى ان وزير الدفاع لويد اوستن اجاز ارسال كتيبة اخرى الى كابل ليرتفع عدد القوات التي تتولى تأمين عملية الاجلاء الى نحو ستة الاف جندي ومعنا من اسلام اباد مراسل الميادين بكر يونس مرحبا بك بكر اذا هلأ اطلعتنا على احوال المطار في كابل علما ان هناك اكثر من قوة دولية تشارك ربما بحسب ما تسميه بتطهير المطار على حسب ما جاء على لسان كيربي حقيقة ما يحدد في افغانستان بالشكل العام والمطار بشكل خاص امور يعني مجرياتها سريعة جدا في افغانستان وسنعرف بالضبط موقف حركة طالبان بعد قليل حيث سيعقد امين خان متقي وهو مسؤول قسم الدعوة والانشاد في حركة طالبان سيعقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة الافغانية كابل وسيوضح من خلال هذا المؤتمر مجريات التحرك الذي الان تمي حركة طالبان القيام به بالنسبة للمطار وبالنسبة لكابل بشكل خاص هناك استدعاء لوفود من مقاتلي طالبان الى العاصمة الافغانية كابل هناك يعني ارقام كبيرة يبدو انها ستصل الى العاصمة كابل خلال اليوم اضافة لان هناك انباء عن وصول مسؤولين في الحركة الكبار الى العاصمة الافغانية كابل يبدو ان تحرك كبير جدا سيحدث اليوم في العاصمة ويبدو ان هناك اعلانات كبيرة يعني ستقوم حركة طالبان باصدارها بخصوص المطار بخصوص من هم كانوا من موظفي الحكومة بخصوص من هم كانوا في صهوف الجيش الافغاني مرغم ان هناك انباء سبقت بان حركة طالبان عفت عن كل موظفي الحكومة الافغانية وكل من كان متعاون مع القوات الامريكية الا ان هناك بعض الشخصيات التي تريد طالبان تقديمهم الى القضاء لا بدنا نشير ايضا الى ان هناك انباء الان بانشير وهي احد المناطق التي لا طالما استاصلت على حركة طالبان في الماضي الان هي تقع تحت يد طالبان اذا هناك تقريبا مئة في المئة من السيطرة الكاملة لحركة طالبان على افغانستان وهذا امر لم تكن طالبان قادر عليه في السابق عندما كانت تحكم افغانستان في التسعينيات القرن الماضي هناك تطور كبير حقيقة من نوعية سيطرة السريعة التي تقوم بها طالبان لا بدنا نشير ايضا الى ان عدم وجود سلاح للطيران وعدم وجود سلاح للدبابات في يد حركة طالبان امر ما زال غامض جدا لان حركة طالبان تمكنت من كل هذه الامر دون الحصول او دون استخدام سلاح طيران وسلاح للدبابات في مواجهتها مع القوات الاجنبية وايضا في سيطرتها على افغانستان حتى اللحظة نعم ولكن بكر هذا فيما يخص الميدان تتحدث عن غموض وايضا هناك غموض فيما يخص السياسة التي قد تنتهجها حركة طالبان عين العالم كلها على سلوك طالبان لكي يبنى على الشيء المقتضاه كما ذكر الامريكيون وكما ذكر الروس ما المتوقع وهل هناك فعلا خلافات في داخل التيارات المختلفة في طالبان على شكل الحكم وهل يمكن ان يتم الاعلان اليوم او في الايام القليلة المقبلة عن هذا الشكل بالتحديد يعني وجود خلافات هو امر حقيقة مستبعد حتى اللحظة لا يوجد هناك خلافات في صوف حركة طالبان لا بد ان نؤكد لان طالبان قالت بانها الان هي امارة اسلامية لم تكن نحن خلافة اسلامية وهذا المصطلحات طبعا يعني طالبان تختارها بعناية جدا الامارة تعني بانها فقط تحكم افغانستان لا غير دون الخلافة التي بإمكانها ان تحكم طبعا دول العالم الاسلامي كاملة لذا طالبان تحرص على ان تكون مصطلحاتها الدقيقة جدا هي تريد ان تؤكل بان هي حركة الان باتت مسيطرة على افغانستان دون يعني رغبة في التوسع او خروج الى دول الجوار تريد ان تكون هناك علاقات امنة مع دول الجوار لاسيما باكستان ايران الصين وروسيا افغانستان ايضا الباكستان كانت اوضحت بالامس على لسان رئيس الوزراء عمران خان بان ما حدث في افغانستان هو كسر للعبودية للغرب وان باكستان ايضا ستنتهج نهج الابتعاد عن تبعية الغرب وايضا اوضح عمران خان بان على بلاده ايضا يكون هناك منهج تعليمي لا يستخدم فيه اللغة الانجليزية كشيء رئيسي في التعليم باكستاني وان على باكستان ان تبتعد بالتبعية الغربية اذن هناك تغيرات كبيرة جدا حقيقة تحدث في المنطقة في افغانستان وفي الدول الجوار بعد خروج القوات الاجبية بهذه الصورة المهينة حقيقة للقوات الاجبية والقوات الامريكية شكرا لك بكر يونس مراسل المايدين كنت معنا من اسلام ابات قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان مهمة القوات الامريكية في افغانستان لم تكن بناء دولة بل منع الاعتداءات على الاراضي الامريكية بايدن وفي كلمة حول الوضع في افغانستان القابل لومي على الافغان معتبرا ان القادة السياسيين هربوا من البلاد فيما رفض الجيش الافغاني القتال ورأى ان الاحداث الجارية تثبت انه لا يمكن لاي قوة عسكرية تحقيق الاستقرار في افغانستان لن اكرر اخطاء الماضي في البقاء والانخراط في حرب اهلية في افغانستان انفقنا اكثر من تريليون دولار في افغانستان وجهزنا جيشها ووفرنا له كل ما يحتاج اليه لكن القادة الافغان استسلموا وهربوا من البلاد والجيش الافغاني رفض القتال والفوضى عمت افغانستان باسرع مما كنا نتوقعه قواتنا يجب ان لا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الافغانية خوضها والاحداث الجارية تثبت انه لا يمكن لاي قوة عسكرية تحقيق الاستقرار في افغانستان المعروفة بمقبرة الغزاد بايدن اقر بان الحكومة الافغانية انهارت بنحو اسرع من المتوقع على الرغم من دفاعه عن قرار سحب الجنود الامريكيين من هذا البلد تعهدت دائما للشعب الامريكي بان اكون صريحا معه الحقيقة هي ان هذا حدث اسرع بكثير من تقديراتنا اعطيناهم كل فرصة لتقرير مستقبلهم لا يمكننا اعطاؤهم الارادة للقتال من اجل مستقبلهم ولكننا سنستمر في رفع الصوت عاليا بشأن الحقوق الاساسية للشعب الافغاني والنساء والفتيات شهد خطاب الرئيس الامريكي حول الانسحاب من افغانستان ردود فعل متبينة في الداخل الامريكي ففي الوقت الذي واصل فيه الجمهوريون هجومهم على قرار الانسحاب بوصفه اياه بالكارثة التي حلت على الولايات المتحدة سادت حالة من الارتياح الشعبي الشارع الامريكي التفاصيل مع محمد كريم انتظر الرئيس بايدن نحو 72 ساعة من المناقشات الداخلية ليطلع الشعب الامريكي على حقيقة ما جرى لكن يبدو ان هذه الحقيقة لم تتوافق مع خصومه ولا سيمة جمهوريون وكذلك انصار معسكر الحرب الذين اعتبروا ان قرار الانسحاب السريع خلف كارثة ووصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة اتخذ الرئيس بايدن قراره بالانسحاب بل بالانسحاب السريع معارضا التوصيات كافة بما فيها توصيات القادة العسكريين المشهد امامنا ينطبق عليه توصيف كارثة ووصمة عار على جبين الولايات المتحدة والارهابيون في كل العالم يحتفلون بنشوة الانتصار وبهزيمة الولايات المتحدة عسكريا على يد منظمة ارهابية في افغانستان لكن على الطرف الاخر فان الحزب الديمقراطي الذي ينتبه اليه الرئيس بايدن يرى ان المهمة الامريكية في القضاء على تنظيم القاعدة انتهت في افغانستان منذ زمن وان قرار الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة لمواجهة روسيا والصين مع ضمان استقبال مزيد من الافغان الذين تعاونوا مع القوات الامريكية تسير الاحداث بنحو المتسارع لكن هدفنا الرئيسي هو اعادة الرعاية الامريكيين كافة وضمان خروجهم من امن كما ان كل الافغان الشجعان الذين خدموا قواتنا العسكرية ينبغي ان تتوافر لهم فرصة الاجلاء والقدوم الى امريكا اما على المستوى الشعبي فحالة من الارتياح كانت بارزة بعد اقتناع الشارع الامريكي بان خسارة مزيد من الارواح من دون مبرر امر لا بد ان ينتهي لكن لا يبدو الامر كذلك مع المؤسسات الاعلامية التي لم تقتنع بقرار الانسحاب واستمرت في توجيه الانتقادات والاتهامات للرئيس بايدن وامام هذا المشهد المقسم فان الجمهوريين وجدوا في قرار الانسحاب فرصة لتحقيق مكاسب انتخابية بتحميل بايدن مسؤولية خسارة الولايات المتحدة في افغانستان فيما يعمل بايدن كسب تأييد شعبي اكبر محمد كريم واشنطن الميادين الى ذلك اكدت الخارجية الامريكية ان مفاوضي امريكا في الدوحة يواصلون التفاوض مع طالبان واشارت الوزارة الى تحول التركيز من دعم مفاوضات السلام الافغانية الى تجنب العنف واضافت الخارجية الامريكية ان مواقف واشنطن من اي حكومة مقبلة في افغانستان رهن بسلوك طالبان وفيما اعلنت وكالة فرانس بريس ان حركة طالبان تعلن عفوا عاما عن كل موظفي الدولة تم ان كل من الرئيس الافغاني السابق حامد كارزاي ورئيس مجلس المصالح والمفاوضات عبدالله عبدالله الى انهما في حوار مستمر مع قيادة طالبان وانهما سيعملان على البقاء مع المواطنين في افغانستان وعلى ايجاد الاستقرار فيها من جهته اكد رئيس الحزب الاسلامي في افغانستان قلب الدين حكمة تيار اكد للميادين ان طالبان تعهدت بعدم اذية احد هذا وقت عصيب على افغانستان لكننا معكم الحكومة لم تكن قادرة على التحرك ولا على الدخول في حرب ونحن هنا لاجاد حل الازمة ولا نريد الحرب والناس لا يريدون الحرب هذا وضع يجعل الحياة صعبة حيث تعلن افغانستان امارة اسلامية لقد حصلنا على تعهدات من طالبان بعدم ايذاء احد عناصر طالبان دخلوا كابل وهم يتحملون كل المسؤولية الان قررنا نحن ان نكون مع الشعب وان يكون هناك استقرار في كابل هناك الكثير من الاجهزة الامنية لدول مختلفة ونحن نأمل ان لا تفسد هذه الاجهزة في العاصمة وان لا تدمرها وعلى المواطنين الحفاظ على ممتلكاتهم اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أليكساندر جروشكو ان ما يحصل في افغانستان بعد انسحاب القوات الامريكية وحلف النيتو هو امر طبيعي وقال بداية من يوغسلافيا وليبيا والان افغانستان وتسأل هل يمكن ان تختلف التوقعات مضيفا ان تريليون دولار صرفت من دون جدوى عقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة لمناقشة الوضع في افغانستان بدعوة من كل من النرويج واستونيا التي تتوليان ملف افغانستان في المجلس وقد دعت الدول الاعضاء حركة طالبان الى احترام حقوق الانسان والمحافظة على المؤسسات الافغانية نزار عبود مجلس الامن الدولي في وضع مرتبك حيال ما يجري على الارض بعد عجز حلف الناتو عن ترتيب الاوضاع في افغانستان على مدى 20 عاما المنظمة تطلقت تقارير عن احداث مقلقة بعد سيطرة حركة طالبان على افغانستان نتلقى انباء تقشعروا لها الابدان عن انتهاكات لحقوق الانسان ترتكب على اتساع رقعة البلاد وفيما اتهم مندوب افغانستان حركة طالبان باقتحام المنازل واستهداف المعارضين حضرت الولايات المتحدة طالبان من التعرض للمنسحبين يجب ضمان والامان لجميع المواطنين الافغان والاجانب الذين يرغبون في المغادرة والرئيس بايدن توعد بالرد العسكري السريع والحاسم على اي عمل من شأنه عرقلة رحيلهم وفيما دعت الدول الأعضاء طالبان الى احترام حقوق الانسان والمحافظة على المؤسسات الافغانية رحبت روسيا والصين بعدم حدوث قتال واسع واكدتا الاستعداد للتعامل مع حركة طالبان بما يضمن على مجال البلاد مركزا للارهاب والمخدرات إننا على تواصل منتظم مع الصين وباكستان وبلدان وسط آسيا لدعم السلام في أفغانستان ونعتقد أن لإيران دورا مهما تؤديه في هذا الخصوص بالنظر إلى فداحة الأوضاع في أفغانستان فإن المجتمع الدولي يقف حائرا ويكتفي بالتمنيات بأن تحترم طالبان حقوق الانسان وتسمح بخروج البعثات الدبلوماسية نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين طلب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كليشدار أوغلو طلب بسحب الجنود الأتراك فورا من أفغانستان لأن الجيش التركي يجب أن يخدم مصالح الشعب التركي فقط وفي تغريدة له على تويتر علق أوغلو على سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية وقال لن نضحي بالجنود الأتراك في المكان الذي يهرب منه الجميع حركة طالبان كانت أعلنت رفضها بقاء القوات التركية في أفغانستان مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع أي وجود أجنبي على أنه احتلال وعلى الحدود بين باكستان وأفغانستان عبرت مئات الشاحنات المحملة بالبضائع عبر معبر تور خامة بعد أن كانت قد أغلقته السلطات الباكستانية في وقت سابق رئيس غرفة التجارة وصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة قال إن بلاده تريد السلام والاستقرار للتجارة بغض النظري عن الحكومة التي تحكم أفغانستان شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه لا يتراجع إلى الوراء وخلال زيارة غير معلنة إلى مطار قرطاج الدولي التقى فيها عددا من المسؤولين تهم سعيد من يوجه إليه الاتهامات بالانقلاب بأنه هو الانقلابي الطريق الحقيقي لمشاهدها هي التي خطى شعب التونسي وسأكون في موعد مع التاريخ ومع شعب التونسي ولن أتراجع إلى الوراء ومن كان يتوهم أو يحاول أن يوهن نفسه بأنني سأعود إلى الوراء فهو واهم وثم حتى لوضعوا الفصول في هم انقلابيين هم يسعوا إلى الانقلاب سعيد قال أن هناك أشخاص نرتكب جرائم اقتصادية عبر شركات وهمية موجودة بإعاز من أطراف سياسيين يدعون محاربة الفساد هناك من ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي وكم من شركة تخفي وراءها شركة وشركة وراء شركة لسوسيتي كروان هذه الموجودين والكل موجودين بإعاز من أطراف السياسية في تونس والتي تدعي وأنها أطراف تحارب في الفساد تخدم بالفاسدين أكد الأمين العام لحزب العمال التونسي حمال همامي أن حزب العمال ليس مع حركة النهضة ولا يؤيد الرئيس قيس السعيد ولا عودة للحكم الفردي في مقابلة مع الميادين أشار الهمامي إلى وجود مخاطرة تهدد الجميع بشأن الحريات ونسف إنجازة الثورة نتحدث مع عديد الأطراف ونسعى إلى على الأقل أن نتقارب في وجهات نظرنا في علاقة بالوضع أو على الأقل لنحدد أرضية مشتركة مع بعضها لأنه ثم مخاطر تتهدد الجميع مثل ضرب الحريات ومثل نسف مكتسبات الثورة خاصة الديمقراطية ونسف المكتسبات التي جاءت في الدستور ونسف المكتسبات التي جاءت منها في القانون الهمامي قال أن الولايات المتحدة تريد إبقاء تونس تحت دائرة سيطرتها وأضاف أن فرنسا كانت على علم بخطوات الرئيس قيس سعيد قبل أعلانها هذا ما ترحل حزب العمال وآتي هنا إلى النقطة الثانية التي أثرتها وهي نقطة في غاية من الأهمية طوال ثلاثة أسابيع الفارتة من يناقش مصير تونس؟ أين يناقش مصير تونس؟ هل قيس سعيد بصدد من يناقش مصير تونس؟ مع القوى الحية في تونس؟ ويجيب القوى الأجنبية هو يتكلم مع مكران ومع وزير خريج أمريكا ويطمئنهم ولا يتحدث إلى الشعب التونسي الشعب التونسي نحن واعون في حزب العمال أن الشعب التونسي كره منظومة الحكم القائمة منذ 2011 حتى بالمعنى العاطفي لأن هذه المنظومة بقيادة حركة النهضة وأيضا بتحالف وتواتأ من ندى تونس في المدى الفايتة لأن هذه المنظومة اتدمرت وهو يريد رحيلها وحزب العمال كان طرح على الشعب التونسي إسقاط هذه المنظومة برمتها من أجل إقامة منظومة جديدة تستجيب لمصالحه إذن نحن نتفهم ردة فعل الشعب التونسي النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل الحرائق تتمدد في جبال القدس والاحتلال يطلب مساعدة دولية لإخمادها من جديد أهلا بكم حثت وزارة الخارجية الأمريكية إيران على وقف مواصفته بتصعيدها النووي والعودة إلى طاولة المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي موقف الخارجية الأمريكية جاء بعد تقرير الوكالة الدولية لتاقة ذرية الذي أشار إلى أن إيران أحرزت تقدما في إنتاجها لليورانيوم المخصب بنسبة 20% فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نت برايس إن إيران ليس لديها حاجة حقيقية لإنتاج معدن اليورانيوم الذي له صلة مباشرة بتطوير الأسلحة النووية والآن إلى العراق حيث تتابع الميادين عبر تغطية خاصة ونوافذ إخبارية لاستعدادات للانتخابات البرلمانية في 21 أكتوبر المقبل وللمزيد ينضم إلينا من بغداد الزميل محمد زيني محمد صباح الخير وتفضل صباح الخير مايا شكرا لك نحييكم من بغداد ونبدأ النافذة من الملف الأمني حيث أعلن مدير الاستخبارات العسكرية في العراق فأز المعموري إحباط عمليتين إرهابيتين لاستهداف زائري الإمام الحسين في العاشر من محرم المعموري كشف عن مكاني العمليتين موضحا بأنهما كانت تستهدفان الطارمية شمال بغداد ومناطق ضمن محافظة بابل بالتوازي أعلنت هيئة الحجد الشعبي انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة الحضر بنينوى كما أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال إرهابي أثناء محاولته الدخول إلى محافظة كاركوك معنا مراسل الميادين في بغداد صلاح الخزاعي لمتابعة آخر المستجدات الأمنية في أكثر من مكان صلاح هناك عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بالإضافة نسأل كيف تبدو الخطط والأوضاع الأمنية في بغداد وكربلة التي ستشهد زيارة العاشر من محرم نعم محمد بالتأكيد السعي لتجفيف النقاط التي ينطلق منها مسلحو داعش لضرب أهداف مدنية كما شهدنا في استهداف أبراج الكهرباء الذي توجه الحكومة العراقية التهمة لمشلحي في عملية الاستهداف تحاول الأجهزة الاستخبارية تقف في أثر عناصر التنظيم وتحاول القبض عليهم وتدمير أوكارهم كما حصل يوم أمس بتدمير مضافة لمشلحي التنظيم في محافظة كاركوك ووجد فيها وعثر فيها على مجموعة من المعدات التي تهيئ للعبوات الناسفة والتفجير وكل هذه تأتي في إطار الذهاب إلى النقاط التي ينطلق منها داعش خاصة في المناطق التي يعلن عنها في أنها خارج المدن وحتى خارج القرى تحاول قدر الإمكان الأجهزة الأمنية تأمين حزام المدن والقضاء على ما تبقى من فلول داعش الذين بعضهم يتحرك بشكل منفرد وبعضهم يتحرك بمجاميع من اثنين إلى ثلاثة أشخاص وبالتالي إعلان مديرية الاستخبارات إحباط عملية استهداف زائري هي ذكرى عاشوراء تأتي في هذا الإطار مع انطلاق طبعا كما ذكرت عدد من العمليات في ديالة وفي شمال محافظة ليلة الزميل صلاح الخزاعي ابقى معنا رجان سياسيا يواصل أطراف سياسيون في العراق دعوتهم بعض الكتل السياسية إلى العودة للانتخابات وعدولها عن قرارها بالانسحاب من الانتخابات المبكرة وذلك من أجل تحقيق مشاركة واسعة تشمل جميع الأفريقاء نتابع التفاصيل مع محمد الفهد تستمر بعض الكتل السياسية العراقية الراغبة بإجراء الانتخابات في معدها المبكر في مطالبة بعض الكتل بالعودة عن قرار عدم المشاركة في السباق الانتخابي كون مشاركة الجميع في هذا الاستحقاق ستعطي الحكومة المقبلة دعما سياسيا واختصارا للزمن في تشكيلها بعيدا عن الخلافات التي ستنجم عن مقاطعة أي طرف للانتخابات أن تزغي جيدا لصوت المصلحة العراقية العليا خصوصا أن هذه الدعوات تنسجم مع رؤية الشعب العراقي وكذلك المرجعيات الدينية مفوضية الانتخابات استبقت نتائج المشاورات السياسية مع الكتل المنسحبة بإعلان جهزيتها لإجراء الانتخابات في تشرين الأول إكتوبر المقبل تستنفر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جميع ملاكاتها وجهودها وطاقاتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل بمستوى عالي من الشفافية والنزاهة وبما يتوافق مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وأعلنت خمس كتل وأحزاب وتيارات سياسية عراقية انسحابها من الانتخابات المبكرة ولسيما التيار الصدري والمنبر العراقي بزعامة إياد علاوي والحزب الشيوعي العراقي وأحزاب جديدة مقربة من الحراك الشعبية إعلان بعض الكتل السياسية عدم المشاركة في الانتخابات من دون الدعوة إلى مقاطعتها ترك خيارات عديدة أمام المنسحبين في حال قرروا العودة من جديد كتوجيه ناخبهم للتصويت لصالح مستقلين أو فك الارتباط السياسي مع مرشحهم محمد الفهد بغداد الميادين من جديد معك صلاح الخزاعي هذه المبادرات السياسية على أي مستوى لإقناع الكتل والكيانات التي أعلنت الانسحاب من الانتخابات للعودة هل ستؤثر؟ محمد قانونا حتى الآن كل الذين رشحوا كياناتا و أسماء في المفوضية قانونا حتى الآن هم مرشحون و أسماءهم موجودة في سجلات ترشيح المفوضية و أسماءهم طبعت في قوائم المرشحين المفوضية أعلنت أن كل الأسماء و باب الانسحاب كان له موعدا محددا و أغلق و بالتالي قانونا كل الذين أدرجت أسماءهم في سجلات الترشيح و في قوائم الترشيح هم موجودون و إمكانية العودة هي متاحة الآن و هم عمليا حتى في حال أصروا على عدم المشاركة و الإنسحاب من السباق الانتخابي سيكون هذا انسحابا سياسيا عمليا ستكون أسماءهم موجودة و بإمكان الناخبين أن يصوتوا ماذا يقول المراقبون في العراق هل ينظرون إلى هذه الانسحابات أو غالبية هذه الانسحابات بأنها تكتيك سياسي سيعودون قبيل الانتخابات بقليل هناك بعض الآراء ذهبت بهذا الاتجاه على اعتبار أن مثلا التيار الصدري اعتمد تكتيكا سابقا أو انسحب سابقا من العملية السياسية و من العمل السياسي ثم عاد ولكن هذه المرة أيضا هناك مراقبون يعتقدون أن الوضع مختلف في عملية الانسحاب من السباق الانتخابي ولكن الكثير من المراقبين يعتقدون أنها طالما قانونا متوفرة يبقى هو انسحابا سياسيا بالإمكان عودة المنسحبين إلى السباق الانتخابي في أي لحظة شكرا جزيلا لك الزميل صلاح الخزاعي مراسل الميادين في بغداد رأى رئيس جبهة الحوار الوطني في العراق صالح المطلق أن الانتخابات في العراق لم تعد مقياسا للديمقراطية و خلال مشاركته في تغطية عراق الخير على الميادين شدد المطلق على أن جبهة الحوار الوطني تعرف مسبقا أن العملية الانتخابية ستخضع للتزوير نحن مريد نكون شهود زور على عملية انتخابية نعرف من البداية أنها ستزور نحن نريد ناس جدد يجون لدماء جديدة هذه الدماء الجديدة الآن قسم منهم مرشحين هذا المرشح الجديد ما عنده فرصة لا عنده مال سياسي لا عنده امتيازات الدولة لا عنده سلاح ولا عنده مكانيات التزوير وفي سياق منفصل أشار المطلق إلى أن الولايات المتحدة لا تلتزم بتعهداتها وتتخلى عن حلفائها عند مصالحها غلطان كل من يجعل الأمريكي حليف له لأن الأمريكي ما يلتزم ما يلتزم حليفه ما يلتزم شريكه ما أقول أنه سأستدن بي لأنه دولة عظمى وقوية وكذا لكن أن تثق بيها كحليف خطأ كبير جدا وثبت ما حصل في أفغانستان وما حصل في العراق تخلوا عن كل حلفائها سوق الصفارين في بغداد يعد نافذة على تاريخ العاصمة العراقية منذ تأسيسها وحتى اليوم مشغولات الحرفيين تعكس الهوية الثقافية للبغداديين وأنمط حياتهم خلال القرون الماضية كيف استمرت هذه الحرف حتى هذا اليوم وهل ستصمد طويلا لنتابع مع صلاح الخزاعي هنا سوق الصفارين في قلب بغداد نافذة تطل على تاريخ وثقافة وارتباط بالماضي البعيد فيه يتوارث الحرفيون مهنة صناعة الأوان النحاسية حتى يبقى شكل المنتج والمضمون موسومين بالأصالة والعراقة موسيقى أصحاب الحرفة يصارعون لبقائها واستمرارها فتغير العادات وأنماط الحياة فرض أولويات جديدة هنا تأخذ الحداثة مكانها ويفتح الباب أمام المنتجات المستوردة ويصبح الإقبال على منتجات السوق ضعيفا ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية من النحاس موسيقى مثل قبل كناكو شغل وأكو عمل هسا ماكو لاكو سواحي يجون يشترون من عندنا لاكو يجي واحد يشتري يقتنهي تشي شغلات ما يرغبونها وأزيشي هسا إجا الصيني والهندي والمستورة رخيص ما قمنا نشتغل بيدينا نحن نتمح أن الصناعة اليدوية العراقية الأصيلة القديمة أن نحاس مآل البغدادي لكن يبقى للسوق أهله وزواره الذين يجدون ضالتهم في منتجات المصنوعة يدويا بقاء الهوية التاريخية والثقافية لهذا السوق رهن بتعلم الأبناء لمهنة الآباء فاستيراد المشغولات ستفرض ثقافة وتاريخ بلدان المنشأ فضلا عن تشغيل ورشهم وتعطيل ورش العراقيين من سوق الصفارين في بغداد صلاح الخزاعي الميادين ختام هذه النافذة من بغداد وهذه عودة مرة أخرى إلى بيروت لمتابعة الأخبار مع الزميلة مايا رزق شكرا لك محمد تصدى الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة لقوات الاحتلال عقب اقتحامها عددا من البلدات ليلا وأطلق شبان مفرقعات نارية باتجاه قوات الاحتلال في قرية العيسوية بالقدس كما ألقيت زجاجات حارقة باتجاه برج للاحتلال عند مدخل مخيم شعفات في القدس المحتلة وأمس ودعت جنين أربعة من شهدائها ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وفيما عمل حداد العام المدينة دانت القيادة والفصال الفلسطينية الجريمة الإسرائيلية نسرين سلمي صغار لكنهم كانوا أبطالا أمهاتهم ودعنهم بدموع انسكبت من أعماق قلوبهم ومعهن وقفت كل جنين لتودع أربعة من شبابها اثنان ورياثرى في المدينة وآخران يحتجز جثمانيهما جنود الاحتلال الشباب الأربعة كانوا قد استشهدوا برصاص قناصة إسرائيليين بعدما اقتحمت قوات خاصة المدينة ومخيمها بهدف تنفيذ عملية اعتقال الشباب اكتشفوا الكمين وتصدوا بالسلاح والحجارة لجنود الاحتلال الحداد العام لفجنين في مدانة القيادة الفلسطينية المجزرة الإسرائيلية بحق الشباني في المخيم واتهمت إسرائيل بالسعي لتوتير الأوضاع لا يمكن أن يكون هناك إجراءات ثقة ما لم يتم وقف عمليات الاغتيال ما لم يكن هناك أفق سياسي ينهي الاحتلال ما لم يكن أيضا هناك وقف لا الاستيطان ولسياسة التطهير العرقي في القدس وفي بيانات متلاحقة دانت الفصائل الفلسطينية الجريمة الإسرائيلية وطالبت بتوحيد الجهود لتصدير الاحتلال ووقف كل أشكال التنصيق معه هذه المسجرة التي تكبت في جنين تستوجب أن يكون هناك ردد فعل جدي وحقيقي ضمن آليات عملية لفرض مقاطع على هذا الاحتلال وفرض العزل عليه ومحاكمته أمام كل المحاكم وخاصة المحكمة الجنائية الدولية وأيضا همية توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني أمام هذه الجرائم اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في جنين وأنحاء الضفة الغربية المختلفة يؤكد أن حكومة اليمين في إسرائيل تسعى إلى إثبات قوتها على حساب دماء الفلسطينيين وأرضهم نسر سلمي رام الله الميادين أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه مع السلام المشرف وينتظر رسائل إيجابية من الأمم المتحدة ومن مبعوثها الجديد المجلس دعا المبعوث الأممي الجديد إلى أن يبدأ من حيث انتهى جرافيث ويتجنب الوقوع في أخطائه ويشدد المجلس على أن على المبعوث الأممي عدم تجاهل الحصار المفروض على الشعب اليمني كما دان المجلس دولة العدوان التي تضاعف من حربها الاقتصادية في ظل الحصار على الموانئ والمطارات أعرب الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو عن تفاؤله بشأن المحادثات مع المعارضة قائلا إن المناقشات بدأت بداية جيدة وأظهر مادورو اتفاقا وقع عليه مندبو الحكومة والمعارضة في المحادثات التي تستضيفها المكسيك وأعرب عن استعداده للتقديم اقتراح لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الزعيم الفنزولي كان يتحدث بعد انتهاء المرحلة الأولى من محادثات المكسيك التي ستستأنف في غضون ثلاثة أسابيع النهوض بالتعليم أبرز ما يميز مدينة عربين في غوطة دمشق الشرقية المجتمع الأهلي دعم خطط الحكومة في ترميم المدارس وتشجيع آلاف تلميذ على العودة إلى مدارسهم نافذة على الغوطة لمحمد الخضر تصر روعة على حضور دروس إضافية ابنة الخمسة عشر عامة تلاقي تشجيعا من ذويها على إكمال تعليمها حالها كحال كثيرات من قريناتها ممن خسرنا سنوات من دون تعليم من جراء سيطرة المسلحين على الغوطة الشرقية لنحو ثماني سنوات جينا لحتى ناخد مكسفات لحتى نتطور أكثر ومشان نجيب العلامات التامة إن شاء الله بالامتحان وكلنا نفعلين مع بعض لحتى نحسن أن كل من يفيد التاني ونجمع أكبر عدد من المعلومات ونعطيهم للطلاب حال نهوض تعليمي يدعمها المجتمع الأهلي في عربين تبدل المشهد كليا منذ تحرير المدينة قبل ثلاث سنوات يراه الأهالي مدخلا أساسيا لمحوي صورة سوداء عاشتها المدينة طبعا فيه قبال شديد وعي متزايد من الأهل لتعويض الفاقد التعليمي اللي راها لهون أثناء فترة الأزمة وفترة الحرب فعم نلاحظ سنة عن سنة فيه ازدياد في أعداد الطلاب أصرار المجتمع الأهلي على النهوض بالعملية التعليمية انعكس على ترميم عدد كبير من المدارس المدمرة في عربين جهد داعم لخطط مديرية التربية لتخفيف الأعباء عن كاهل الخزينة العامة ست مدارس ترمميت وفي عنا هلأ كمان موافقات لثلاث مدارس ثانيات عم نستنى بداية الصيف إن شاء الله تعالى بنا نباشر بترميمهم التفاعل كان جيد جدا وما زال ومستمر معنا تحقق معنا شغلات ممتازة من خلال دفع العملية التربوية عملية التعليم بهذا الشكل وصلنا اليوم لعدد طلاب بمدارس عربين طلاب طالبات وطالب لا أقل من 14500 طالب وطالبي مدارس عديدة في عربين نهضت من ركام الدمار لتستعيد ألقها مراكز للتعليم والتنشئة تتضاعف أهميتها في الغوطة الشرقية في مرحلة التعافي من الحرب يؤمن أهالي مدينة عربين أن التعليم هو الرافعة الأساسية للنهضي بتنشئة الأجيال الشابة بعد سنوات الحرب جهد يلاقي خططا حكومية لترميم عشرات المدارس والمعاهد وإعادة ألاف التلميذ إلى مقاعد الدراسة لخلق واقع تعليمي إنموذجي في هذه المدينة محمد الخضر من عربين في غوطة دمشق الميادين أعلنت السلطات الأرمينية مقتلة إثنين من جنودها في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية على الحدود بين البلدين وفي بيان قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن قوات أذربيجانية في منطقة ناخد شيفان عمدت إلى إطلاق النار باتجاه القوات الأرمينية ما أدى إلى مقتل جنديين أرمينيين في حين اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بالمبادرة إلى إطلاق النار أولا نافية وقوع أي إصابات في صفوفها تسعد دائرة الحرائق المندلعة في جبال القدس في ظل فشل سلطات الاحتلال في السيطرة عليها وبينما استعرت النيران في نحو 100 نقطة في جبال القدس ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة نفتالي بنت أصدر تعليمات بطلب مساعدة دولية لإطفاء الحرائق المندلعة لقي 77 شخصا حتفهم إثر السيول التي اشتاحت بلدات تركية في أقاليم مطل على البحر الأسود فيما يواصل العاملون في مجال الطوارئ البحث عن 47 مفقودا بحسب ما أعلنت السلطات التركية السيول ألحقت أضرارا كبيرة ببلدة بوزكورت في إقليم كاستامونو حيث جرفت المياه عشرات السيارات وأكوام الأنقاض في الشوارع ودمرت المباني والجسور فيما أجلت السلطات التركية أكثر من ألفي شخص من المناطق المتضررة في خبرنا الأخير أعلنت مديرية الحماية المدنية في هيتي ارتفاع ضحايا الزلزال الأخير إلى أكثر من ألف وأربعمائة قتيلة وتجاوز عدد الجرحى ستة آلاف وتسعمائة شخص وأضافت مديرية الحماية المدنية أن الزلزال الذي بلغت شدته سبع درجات فاصل إثنتين على مقياس رختر أسفر عن دمار أكثر من سبعة وثلاثين ألف منزل وتواصل فرق الإنقاض عمليات البحث عن مفقودين تحت الإنقاض في ختام النشرة هذا تذكير بعنوينها عودة الرحلات الجوية العسكرية للإقلاع من مطار كابل بايدن يؤكد أن القوات الأمريكية لم تأتي إلى أفغانستان لبناء دولة والجمهوريون يصفون الانسحاب بالكارثي قلب الدين حكمة سيار يؤكد للميادين تعهد طالبان بعدم إيذاء أحد ويدعو أجهزة الاستخبارات الدولية إلى عدم تدمير كابل الطريق الحقيقي لمشيفها هي التي خطى شعب التونسي سعيد يؤكد المضية في إجراءاته الإصلاحية ويتهم أطرافا سياسيين بحماية فاسدين ارتكبوا جرائم اقتصادية بحق تونس أحباط عمليتين إرهابيتين لاستهداف زائري الإمام الحسين في العاشر من محرم شمال بغداد وعمليات أمنية واسعة في نينوى لضرب أوكار الإرهاب الرئيس الفنزولي يعرب عن تفاؤله بشأن المحادثات مع المعارضة ويبدي استعداده لتقديم اقتراح لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية ولا تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستغرام وكلب هاوس كل ليلة أربعاء النشر انتهت دمتم في أمان الله إلى النقاء